كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحك والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان أبونا آدم حينما خلقه الله تعالى كان في قمة القوة كان قوي طويل القامة سبعون ذراع وكان بنيته قوية خلقه الله تعالى جميل ووسيم وبقي أبونا آدم في الجنة يرتع ويتنعم قيل أربعين سنة أربعين سنة وأبونا آدم عازب في الجنة له كل شيء ربنا أعطاه الطعام وأعطاه المبيت الجميل والإقامة الفخمة وأعطاه كل شيء لكن بعد مرور أربعين سنة أبونا آدم سيشعر بالوحشة كما جاء في الحديث النبوي الشريف الذي روي عن رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال استوحش آدم استوحش بمعنى أنه رغم الجنة ونعيمها ورغم ما عنده من طعام وشراب وكروب وخيرات لكنه يشعر بأنه وحيد كان يلتقي بكائنات أخرى يلتقي بالملائكة ويلتقي بالجان ويلتقي بالحيوانات كان ينظر إلى الطاووس وينظر إلى كل الحيوانات لكن لا تشبهه إلى أن شاءت قدرة الله تعالى أن يخلق له مخلوقا يشبهه ويكمله الله تعالى هو الذي أودع في أبين آدم هذا الرغبة سبحانه وتعالى حينما يريد أن يخلق شيئا هو يهيئ له الأسباب خلق في أبين آدم الرغبة في أنه يحتاج إلى من يؤنس وحشته فأكل من ثمر في شجرة أكلها هالثمر لما أكلها شعر بدوار في رأسه وبرغبة في النوم العميق فنام آدم عليه السلام تحت ضل تلك الشجرة وبعد فترة شعر بألم شيء ما يخرج من جنبه فإذا من جنبه من شقه الأيصر تخرج كائن حي جميل إنها أمنا حواء ما إن فتح عينيه من النوم حتى وجد بجواره امرأة غاية في الحسن والجمال يقال بأن حواء عليه السلام كانت أجمل جميلات كل جمال جميلات العالم تجمع في أمنا حواء أبونا آدم كان أول من ولد لأن المرأة هي التي سوف يبتليها الله بالولادة بالحمل والوحن والوضع والنفاس والرضاع ابتدى الله المرأة بذلك فيما بعد لكن في البدء الله تعالى أعطى للرجل الوضع هو الذي وضع منه خرجت أمنا حواء لكن دون تعب دون ألم لأن الرجل لا يستطيع أن يتحمل معاناة المرأة المرأة تتحمل الرجل لا يستطيع حينما فتح أبونا آدم عيناه في الجنة رأى بأنها صارت أجمل مما كانت بوجود هذا الكائن الغريب بدأ يتساءل من هذا الكائن الذي يشبهني من هذا الكائن الذي يكملني فهناك روايات حديثية تقول المحادثة التي وقعت بين الطرفين أول من تكلم هو أبونا آدم توجه إلى هذه المرأة الحسنى قال لها ما اسمكي قالت له أنا اسمي حواء ثم قالت له هي وما اسمك أنت قال أنا اسمي آدم هنا بعض العلماء من المفسرين والمحدثين علقوا على هذه الكلمات قالوا إنما سمي آدم بآدم لأنه خلق من أديم الأرض من تراب الأرض فنحن الرجال خلقنا من التراب لهذا نسمى بالجنس الخشن الرجل قوي يتحمل وإنما سميت حواء بهذا الإسم لأنها خلقت من المادة الحية أمونا حواء لم تخلق من التراب كما خلق الله آدم وإنما خلقها من ضلعه من المادة الحية ولهذا يقال عن النساء الجنس اللطيف الذي لا يتحمل كثرة الضغط والمعاناة لهذا كان رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم يقول رفقا بالقوارير رفقا بالقوارير ولو صدر منهن ما لا يعجبك قال ما أكرمهن إلا كريم وما أهنهن إلا لئين لما وقع الاستلطاف بين أبينا آدم وأمنا حواء بعت الله إليهما الملك جبريل لكي يعقد عليهما عقد القران فتوجه جبريل إلى آدم قال هذه ستكون زوجا لك إن أردت خلقها ربنا عز وجل من أجلك هل ترغب في الزواج منها؟ أبونا آدم قال بفرح وسرور وبهجة وحبور أي نعم أرغب أرغب قالها فرحا مسرورا أما أمنا حواء لما تكلم معها جبريل يا حواء هل ترغبين في الزواج من آدم؟ فأطأت رأسها وغضت طرفها وقالت لا لا أرغب فخشي آدم فاطلع جبريل على قلب حواء فوجد بأنها ترغب في الزواج منه أكثر منه مئة مرة هي الراغبة وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه قال هن الراغبات يتمنعن وهن الراغبات المرأة ترغب أكثر في الزواج من الرجل أكثر منه مئة مرة لأن المرأة تجد عند الرجل السند وتجد عنده العماد وتجد عنده المعتمد وتجد عنده كل شيء فهي إما عند والدها وإما عند أخها وخيرهم عند زوجها تستكمل معه الحياة تزوج أبونا آدم وأمنا حواء ولكن الله تعالى منذ البدء كان مقررا أن آدم وحواء سينزلان إلى الأرض كان مقررا لأنه في البدء مدى قال الله تعالى قال إني جاعل في الأرض خليفة يعني كان مقرر أنه ينزل آدم إلى الأرض ليكون خليفة الملائكة في السماء لأنهم مطيعون لله تعالى والجان صبقون في التجربة وفشلوا وغضب الله عليهم ورماهم في الصحار والفياف والبحار والأمك المهجورة أما الإنس فهو تجربة حديثة ما الذي سوف يقوم بدل الإنس سيدع الله تعالى مستقرا في الأرض الله تعالى خلق سيناريو لكي يستكمل هذه الأحداث وخلق لنا الإبليس إبليس هو أرنبة السباق خلقه الله تعالى ليكون هناك التحفيز والإغراء والإنسان يوضع في الاختبار هل ينجح أم لا وضع أبونا آدم وأمنا حوا في أول اختبار وفشل اختبار واحد بسيط أن الله تعالى قال لهم كل شيء عندكم مبح كلوا واشربوا مما شئتم الجنة كلها مرتع لكم افعلوا ما شئتم لا حرج عليكم إلا شيئا وحدا تلكم الشجرة إياكم أن تقربوها المسألة وسيطة الجنة كلها عرضها السماوات والأرض هي لك وتلك الشجرة لا تقربها لكن للأسف كما تعلمون جميعا وسوسا لهم الشيطان وقال لهما ما منعكم ربكم من تلك الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون خالدين إن أكلتم منها ستصيراني عندكم الخلود بل وقال لهم سيعطيكم ملكا لا يبلى الإنسان هو دائما شيئان أساسيان يسيطراني على تفكيره أن يتملك يحب أن يكسب المال والسلطة هذا أول شيء لكنه يخاف من الموت أو يخاف من المرض أو يخاف من الهزال لكن إن وعدته بطول العمر والحياة الأبدية لقد أكملت له الأسيناريو فالإنسان يحب الملك ويحب الخلود لهذا إبليس اللعين سوف يعزف على هاتين الوترين وذي قل لأبينا آدم وأمنا حوى أن ربنا عز وجل ما منهاكم عن تلك الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين فالملك والخلد هو منتهى ما يطمح إليه الإنسان ولكن كل شيء ينبغي أن يكون تحت إرادة الله من تحدى إرادة الله تعالى لن يجد إلا ما لا يسره هذا ما وقع فعلا كما تعلمون جميعا فهبط أبونا آدم وأمنا حوى من الجنة إلى الأرض وربنا سبحانه وتعالى أمرهما أن يلتقي في مكان معين قيل لما وقع الهبوط من الجنة إلى الأرض أين نزل هناك روايات حديثية تشير بأن ربنا سبحانه أمر أن يكون اللقاء في مكة المكرمة عند الكعبة المشرفة والكعبة المشرفة كانت مبنية منذ الأزل أول من بناها الملائكة أما ما قام به سيدنا إبراهيم الخليل فيما بعد هو جددها فالموقع كان حاضرا فلما نزل أبونا آدم وأمنا حوى قيل بأن أمنا حوى نزلت في منطقة بعيدة جدا في منطقة جدة وسميت بجدة قيل نسبة لجدتكم حوى مدينة جدة الآن توجد بالعربية السعودية على بعد حوالي سبعين كلمتر من مكة المكرمة أما أبونا آدم فقد نزل بعيد قيل في منطقة في جنوب شرق أسيا في منطقة بعيدة جدا وكان يسير على قدميه ويتبع الاتجاه ليصل نحو مكة المكرمة قيل بأن أبان آدم كان يسير بالنهار وينام الليل الرجال دوما عندهم نوع من الأريحية يسير بالنهار وينام الليل حتى يجد زوجته التي يبهت عنها أما أمنا حوى فكانت تسير بالليل والنهار لا تكت تنام تبحث عن آدم أين هو آدم لقد وصل إلى مقام الكعبة المشرفة قيل بأن أبونا آدم صار يطوف حول الكعبة وكان يجد ريح حوى لكن لا يرها أين هي يطوف ويطوف ويطوف دون أن يراها ثم جاءت خلفه حوى أيضا فصارت تطوف حول الكعبة من جوانبها تجد ريح آدم لكن لا تراه ثم ذهب بعيدا إلى مرتفعين يبحث هنا وهناك عند الصفا والمروى صارت أمنا حوى تسعى بين الصفا إلى المروى ثم من الوروى إلى الصفا تجد ريح آدم دون أن تراه وجاء أبونا آدم خلفها أيضا وصار يسعد على جبل الصفا وينظر ويسعى إلى أن يصل إلى جبل المروى دون أن يراها وبقي هكذا يناجين يناجين ربهما ويدعوان الله تعالى أن يجمع بينهما ولكن للأسف لا أحد يرى الآخر وتاهى في الأرض في تلك البقى الطاهرة من منطقة العربية العربية السعودية تلك المنطقة مباركة هي التي سوف يخصها الله بنزول الوحي الإلهي الخاتم سيدهبان إلى الجبال والمرتفعات يبحث بعضهم على بعض إلى أن وصل إلى جبل مبارك يسمى جبل الرحمة هناك سيصعد آدم ويبكي ويناجي ربه ويقول ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ثم جاءت حواء فألهمها الله أيضا نفس الدعاء الله تعالى هو الملهم ألهمهما نفس الدعاء صارت تقول حواء ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بينما أبونا آدم يرفع صوته بيد الدعاء وأمنا حواء من الجهة الأخرى ترفع صوتها بيد الدعاء إذ سمع بعضهما بعضا الله تعالى أراد أن يلتقي أراد جمعهما فصار كل منهما يسمع الآخر فالتقي فتعرف آدم على حواء وتعرفت حواء على آدم ومن تم سمي الجبل بجبل عرفات عرفات وقعت فيه المعرفة بين أبينا آدم وأمنا حواء بعد ذلك تاب إلى الله وأناب واستغفر أما إبليس فقد ضل يراقبهما عن بعد وقد أصابه الغيض لأنه تمرد على الله تعالى وطرده سبحانه جل علاء وقال أنظرني إلى يوم يبعتون قال إنك من المنظرين ثم أقسم بالله تعالى على أنه سوف يغر آدم وحواء ودريتهما فكان من حولهم يطوف إبليس ويبحث عنهما فإذا بهما يرونه فيحملان حجارة من تلك البقاع الجمار ويرميان إبليس اخنس أيها العدو ارجع أيها العدو فأمنا حوى ترميه وأبونا آدم يرمي قيل كل منهما رماه بسبع حصيات فهارب إبليس اللعين بعيدا ثم نزل عند في مينا في مينا نزل أبونا آدم وأمنا حوى منطقة تسمى مينا وفيها تتنزل المينا الإلهية تتنزل الرحمات الربانية منطقة مباركة ربنا يتجلى فيها ويعطي فيها الرحمة لكل من يطأ بقدمه فيها ثم رحل إلى منطقة اسمها المزدلفة وهناك تزلف أبونا آدم إلى حوى وتزلفت أمنا حوى إلى آدم تزلف بعضهما إلى بعض يعني اقترب بعضهما من بعض وهناك سوف تقع العلاقة الزوجية لأول مرة لما اقترب بعضهما من بعض وجد آدم يقول في نفسه شيء غريب يجدبني إلى هذا المخلوق وأمنا حوى تقول والله أنا أيضا شيء غريب يجدبني إليك فوقع الإنجداب بين الطرفين ووقع التزاوج بين أبينا آدم وأمنا حوى في الأرض وبعد مدة قليلة صارت أمنا حوى تشعر بشيء يتحرك في بطنها شيء غريب ما هذا؟ هل هو طعام؟ هل هو شراب؟ لا تدري ثم بدأت تشعر بالتعب وكان أبونا آدم كان يقدم لها الخدمة والرعاية والعناية ولا يدري ما الذي يقع في بطنها بدأ ينتفخ وينتفخ إلى أن جاء جبريل عليه السلام فأعلمه أعلم أبان آدم إن الذي في بطن زوجتك إنها الذرية الله تعالى أراد أن يخلق منكما ذرية وإن ذريتك يا آدم ستملأ هذا الكوكب الأرضي أبونا آدم أنداك كان في منطقة منطقة العربية في ما يسمى الآن بالشرق الأوسط في العربية السعودية هناك كان استوطن وقاله بأن ذريتك سوف تعم الكوكب الأرض في كل مكان وهناك ربنا عز وجل سيكشف لأبين آدم ذريته أراه خلقا كثيرا بالملايير ملايير بعضهم عن يمينه وبعضهم عن شماله فلما رآهم أبونا آدم قال يا رب من هؤلاء قال هؤلاء ذريتك إنهم الآن في عالم الذر نسائم وإنهم سوف يخلقون ويملؤون هذا الكوكب الأرضي فقال يا رب ومن هؤلاء الذين عن يميني قال هؤلاء سبق في علمي أنهم من أهل الإيمان ومن أهل اليقين وأنهم سيكونون من أهل الجنة إنهم أهل اليمين ثم نظر عن شماله وقال من هؤلاء الذين هم عن شماله قال هؤلاء سوف يغترون ويتكبرون وينافقون ويجهدون وقد سبق في علمي أنهم سيكونون من أهل النهر ثم بعد ذلك انتشر أبونا أدم مع أمنا حوة وكان أبونا أدم يعامل أمنا حوة معاملة طيبة أول مبدأ وهو أن أبان أدم لم يكن عنده تعدد كان عنده زوجة واحدة وهذا يوازي الفطرة السليمة فكل زوج إنما ينبغي أن تكون له زوجة واحدة إلا في الحالات الاستثنائية إذا كان الرجل عنده قوة زائدة والمرأة مريضة أو كانت المرأة عاقر لا تلد ويرغب في الأولاد أو كان هناك ربما ظروف في بعض الأماكن يحتاجون إلى النسل الكثير من الذكور هذا كله أسباب ثم هناك خاصية الأنبياء والمرسلين الله تعالى أعطاهم هذه الخاصية فلا مرد لحكم الله تعالى أما الأصل فهو رجل واحد لمرأة واحدة هذا الأصل والاستثناء إنما يكون لظروف خاصة ربنا عز وجل أبحها وشرطها بشروط ورعينا أيضا بأن أبان آدم عليه السلام كان يكن لأمنا حواء الكثير من المحبة والمودة فهذه المسألة هي فطرية وجعل بينكم مودة ورحمة فهو كان يقدرها ويعزها وبالمقابل أمنا حواء كانت دوما خلف آدم لا تأتمر إلا بأمره ودوما تتشاور معه وترى بأنه أكثر من علما لكونه أكبر في السن وأكبر في الخبرة وكانت معه تسير إلى جانبه لم تكن أمنا حواء متسلطة ولم تكن تتبنى الزعامة ولم تكن تفعل كده وكده وإنما كانت فيها مودة ورحمة لهذا عاش طويلا عاش مئات سنين وأنجب في كل بطن توأمين وحينما مات أبونا آدم عليه السلام حزنت عليه أمنا حواء حزنا عميقا كانت لا تكن تأكل ولا تشرب كانت تعيش على الكفاف والعفاف ودوما تحكي لأبنائها ودريتها الذكريات الجميلة التي قضتها مع أبيهم آدم فكان يعيشان حياة طيبة حياة مؤمنة حياة صادقة إلى أن توفي أبونا آدم وبقيت خلفه أمنا حواء لبضع سنوات ثم لما هزمها المرض انتقلت إلى جوال ربها سبحانه وتعالى وبقيت درية آدم كلهم إخوة نحن جميعا إنما نحن إخوة نحن درية أبينا آدم وأمنا حواء ولكن الله تعالى شاء أن يجعلنا ألوان وأشكال وأن يجعلنا شعوبا وقبائل لنتعارف ثم فرقنا في الأقاليم وفي الدول وفي الأوطان وفي القارات الخمس وأراد منا ربنا سبحانه وتعالى فوق هذا الأرض أن نقوم بدور الخلافة أننا دورنا هو القيام بالخلافة إني جائل في الأرض خليفة وأن نقوم بإعمار الأرض وتنميتها ثم طلب منا أننا بعد عمر طويل إن شاء الله سوف نرحل ومن أراد منا أن يفوز بجنة في السماء ماذا عليه أن يفعل عليه أن يساهم في خلق جنة فوق الأرض خلاصة الأديان جميع الأديان السماوية وخلاصة ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية أن من أراد أن يفوز بجنة في السماء أن يعود نعود حيث كان أبونا آدم أول مرة وأمنا حوى ما دعنا أن نفعل بكل بساطة عليك أن تساهم في خلق جنة فوق الكوكب الأرضي أن تخلق فيه الأمن والأمان والسلم والسلام والمحبة والمئام والتعاون والتكافل والبناء والتعمير والتشهيد وتقف تقف مانعا ضد كل من يهدم الحضارة من ينشر العداو والبغضاء لا تتركه يفعل ذلك وإنما ينبغي أن نقف نصده عن فعله هذا ونحمي الناس منه هي ببساطة أيها الأحباب الكرام فلسفة الوجود وإن شاء الله تعالى في الحلقات المقبلة نتحدث عن أسس العلاقة الزوجية السعيدة من الكتاب الكريم ومن السنة النبوية الشريفة ونفتح خطوطنا الهاتفية لنتواصل معكم ونستمع إلى مشاكلكم وهمومكم نعرضها دوما على كتاب الله تعالى وعلى سنة نبيه المصطفى فيهما الكثير من الخيرات والبركات أسأل الله تعالى أن يدين علينا وعليكم المحبة والمودة بين الأزواز والجوجات وأن يجعل حياتنا كلها طيبة مباركة إنه سميع قريب الدعاء قولوا معنا أمين آمين آمين يا ربي كريم